حاجة حصل في السنة دي في موسيم الزمالك ايه? هو يقول مدارب زي باتر اسكالترون بيعرف كويس او ان هو يكسب بطولات مجمعة زي بتروت افريقيا. الرجل ده احنا متفاعلين جدا بممتفاعلين كمان ان هو اللي هيرجع الزمالك في افريقيا. هلترون مين اللي ماشي? طب مشي ازاي طب. فهمونا مشي ازاي. ما احنا عايزين نعرف برضو. ليه نحاق نفهم ماشي? وازاي رئيس النادي ساب وهمشي. ما احنا كل يوم تقريبا ابن اباتر اسكالترون ما بيجي وبيعمله التمرين المسائية وكل حاجة على وضعها بس المراتي كالعادة الظروف مش كل الحاجة بتكون مسالية في زمالك. انا فجأة ان الكلام بيبدأ على ان اباتر اسكالترون عنده اجتماع مع رئيس النادي مرتضى منصور وفاجأ اباتر اسكالترون بيرفع تدريب الفريق المسائي وفاجأ اباتر اسكالترون اه بيدفع على الشرط الجزائر بتاعه وفاجأ اباتر اسكالترون بيعمل فيديو وداعي لجمهور الزمالك والعادة الزمالك وبشكر الناس عالفترة اللي قضاها في النادي وفاجأ جمهور الزمالك مش فهم اي حاجة طب الراجل ميشي ليه طب الراجل كان قاعد ليه طب الراجل اللي حصل في النص طب مرتضى الخانم حافي اعلن طب الراجل كان جايل له عرض وكان اعطيل له فلوس عشان خاصة نيفسخ التعاقد تبدأ الوقت اساسا المناسب ان ان انت تفسخ فيك تعاقد بحاش فهم اي حاجة الدينة ضبوبية جدا انا جاي عشان اقول لك الكلام بسيط والموضوع سهل جدا الكسة في تمام حوار حوالين تلات روايات التلات روايات اللي قولها بتقول ان مرتضى منصور اتخان مع باتر اسكالترون عشان خط المرتضى كان عايز منه يشرك بعض اللي هي باتر اسكالترون رفض وقال له ما اتخذش في عملي والراجل اعلن استقالته وقال له هدفع لك الشرط الجزائي دي رواحية مرتضى منصور بيعملها احيانا ان هو بتدخل فيه المدربين في النادي ودي حاجة طبيعية بالنسبة للمرتضى منصور مش حاجة جديدة يعني. الروحية التانية بتقول ان باتر اسكالترون اعطى باجتمام على مرتضى منصور ومرتضى منصور كان بيسأله مالك عايز ايه? قال له انا عايز امشي. قال له عايز امشي ازاي? في حاجة حتى عمل لك اي حاجة? قال له لأ ظروف نفسية وظروف اسرية وانا عايز امشي. مرتضى قال له لو جايلك عرض انا ممكن ادفع لك فلو زيادة. الراجل قال له. شكرا جزيلا بس انا خلال صلاحة النفسية بقتش موجودة. جوه ولد الزمالك وان انا عايز امشي وعدفع لكم الشرط الجزائي. والرواية التالتة بتقول لك ان باتر اسكالترون دخل النادي بعد المغرب وكان معاه شرنطة فيها ربع مليون ودخل عليهم وقال له مرتضى منصور انا عايز اعود معاك علشان خطر ادفع لك الشرط الجزائي وانا ماشي برا النادي. هتقول انت مساد ده ان رواية اقول بص بما ان ما حدش اتكلم في مصر كتير اوى على رواية باتر اسكالترون فانا اعتقد ان الموضوع الاول او الرواية الاولى وهي الاقرب للحقيقة. وهي رواية ان رجل تخدم مع مرتضة منصور وخلاص الراجل اه شاف ان هو ما بقى اش لي وجود فنادي الزمالك للمرتضة منصور. اتدخل في شغله ده رواية انا ممكن اصدق بسالة يا حقيقة. الله اعلم. الناس كلها بتقول لك. اصو باتر اسكالترون جاهل له عروض وبيلا مزعمال يمشي الدوري بيدور على كابتن هاد جلال شوية ويدور على النفر شوية وبعد كده ان البتس كالترون شوية. مسلا مشكلة عندي مش مشكلة مفاوضات انا مشكلة اي حاجة ولا مشكلة ان النادي هلبس كابتن تار اياحية يدير به مبارات الرجاء ولا اي حاجة خالص. المشكلة بالنسبة لي كلها فتطمح هو الحالين التوئيد. يعني مسلا ممكن رئيس لدي محترم يطلب من المدير الفن بتاعه. اللي تمام بايس اخلى عادة متاعك وامل كل اللي انت عايزه بس هتبدل نكمل معايا لحد نهاية الموسم. ده الحاجة اللي انا كنت امتلكم معاك فيها اللي انا هنفعش مسلا مدرم محترف وبتعملني معاملة احترافية جدا. وتيجي تسيبني وفي باقي المباراة اللي هي في نص نهاية ده ربطال افريقيا مينفعش الموضوع يمشيش كده تماما. حتى لو انت عندك مشاهد كده انت صرفك النفسية ماشي امسك الفريق في المباراة دي. مش عايز تكمل الدور يعمل راحكك. ما عنديش ايها مشكلة. بس انا وطارها على طولة افريقيا. اما في الادارة اللي وفقت تماما عن الراجل عايز يمشي لهات الفلوس. واعمل اللي انت عايزه وهنجيب كابتن طرق يحية ومعاكبتن. ايمان عبدالعزيز ومعاكبتن امير عب عزيز ونجيب معاهم كابتن متحط عبدالهادي ونستمر اه بمدارب حراس المرمى. ده عكو. ده حاجات كتيرة قوي غريبة جدا. بس كان عادة العكو الاداري موجود جدا في رد الزمالك وموجود بالزوفة بالنسبة عن رد الزمالك. ده لها النفس افهمه. انت بصدق انه رواية. وده لها النفس السجولي تحت في الكومنتيات. انت بصدق انه رواية. انا هم بطلق لك القصة كلها. كان لها وكل الكلام من طلع حالين باتل الكلترون من دلوقتي لحاجات ده من الراجل ما فسخ عقده. المشكلة من الراجل خصارك بلي جدا. لانه ادي انه رحل بس مع الحسب يشريد كل حاجة في الزمالك. بتمشى على حسب يا ابو يا الرئيس. ممكن الفيديو معجبكش او ممكن يعجبك بس مش احنا حاجة اللي عملت لها قطة صحيح.